يسعد أوقاتكم يا رب تكونوا بخير وصحة كويسة عطر نسائي بهذا العام جديد نزل بال2019 بمقدمة الدراق والفلفل الزهري وفي قلب العطر زهر البرتقال والنوتات الزهرية وفي قاعدة العنبر عطر نسائي إذا جمعنا عطرين من العضورات المعروفة رح يطلع معنا هذا العطر بالافتتاحية وبالدروب داون طبع العطر من العطور يلي كتير عجبتني يلي هو دونا كوران المصممة أو الشركة تبعيته ولي اسمه DKNY بي ديليشز بول بارتي ماي تاي هذا هو العطر بصراحة عنده نسخ كتير البي ديليشز من الأخضر لللي بيجي غطام حجر للدهب الجولدن ويلي بيجي اليدو بارفيوم والإنتنس وكتير من اللي اشتغلوا به البي ديليشز أو اللي رشوا البي ديليشز بيعرفوا انه فيه اللي اللي افضبالي هو النوت أو الأكورد اللي متكرر بكل هاي النسخة أو بأغلبيتها عطر كتير حلو إذا بنستعمله أو أول ما نعمل سبري للوهل الأولى بنفكره عطر رالف لورن النسائي اللي لونه أزرق بالإفتتاحية تبعيته تماما من الشبيهات لإلوه أما الرالف لورن الأزرق النسائي أو اللي بيجي لونه بينك مثل هذا اللون هاي بالإفتتاحية بتميزوها كتير مع وجود إذا بتكون تشموها أكتر بتعمق راح تشمو الكولوتر النسائي بنفس الافتتاحية ولكن يمكن ما تظهر للمرات الأولى إلا بعد تجربة العطر عدة مرات ولكن بالدروب داون طبع العطر راح تشمو الكولوتر متربع على العرش وقاعد الكولوتر النسائي القديم والعطر زهري عمبري سيتروسي السعر مختلف من بلد لبلد ما بفضل أقول السعر أنتوا بتحبوا وتعاملوا له جوجل يعني بيكون أفضل هذا هو العطر مرة تانية ما راح تيل عليكم أكتر من هيك بتمنى يكون الفيديو عجبكم وإذا جربتوا هذا العطر كمان بحب شوف تعليقاتكم تحت بالوصف أسفل الفيديو وللأخواتي أو صديقاتي اللي ما عندهم البي ديليشز بول بارتي ماي تاي ممكن يجربوا مثل ما قلت لكم الرالف لورين إذا ما وجود عندهم النسخة الزرق أو البينك مع الكول ووتر النسائي القديم ممكن تستعملوا أول شي الكول ووتر بعدين تستعملوا الرالف راح تلاقوا تقريبا يعني واحدة على الجهة هاي واحدة على الجهة هاي راح تلاقوا أنه طلعت معنا البي ديليشز بول بارتي تاي ماي بحبكم كتير بتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو بحب تلق لكم كونوا بخير بأمان الله